كيف أسهم ارتقاء العلاقات المصرية العراقية على النحو الذي نراه الآن في استعادة العراق قدر من فعاليته مع محيطه العربي أيضا دعني أقول لك أنه ربما كانت الظروف لم تخدم العراق في مقاربته مع محيط العربي ولكن بالسنوات الأخيرة هذا المزاج العراقي والعربي شوف أنت عندما تقرر شيء لوحدك ليس بالضرورة أن يحصل يجب أن يكون قرار عند كل الأطراف في أن نتقدم خطوة واحدة أي قرار الذي يبقى ليه ظروف مناسبة لاتخاذ هذا القرار ظروف مناسبة وقبول داخلي على الأقل يجب أن يكون فصار في طبعا إحنا فتتحنا تستطيع أن تقول منذ عامين استطعنا أن نفتح هذه الكوة بشكل ممتاز هذه المقاربة العربية العربية والمقاربة العراقية الدولية أيضا من خلال زيارة البابة إلى العراق إلى أرض أور مهبط النبي إبراهيم كانت هذه خطوة كبيرة لفتت الأنظار مرة أخرى إلى العراق ثم بالمرحلة التالية كانت العلاقات العراقية العربية القمم التي حصلت والتي حضرها مجموعة من زعماء الدول العربية سأذكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه كان على رأسهم بالإضافة يعني لا أريد أن أعدد حتى لا أنسى أحدا الأردن طبعا مصر والأردن والمملكة العربية السعودية الإمارات قطر تقريبا تقريبا هناك إحساس مشترك عربي أنه لا العراق أهمية أن يستعيد العراق مرة أخرى صار هناك إحساس بأهمية وبأهمية أن يكون العراق قوي صار هذا الإحساس لأنه اليوم مما جرى من الخمسة عشر سنة الأخيرة بدأنا نكتشف أيضا أنه لا أن هناك دروس مستفاة ليس بالمصلحة أن يكون جاري العربي ضعيف حتى أكون أنا قوي هذه الدروس اللي وصلنا